اشتركوا في القناة قبل ثلاث سنوات في خضم الحراك الذي كان يهز المنطقة العربية تصدر المشهد وقاد حملة منظمة من أجل التغيير وتزعم تنسيقية التغيير في تلك المرحلة التي شملت فيما شملت نقبات مستقلة ونشطاء حقوقيين وبعض الأحزاب السياسية قبل ذلك كان قد ناضل لسنوات طويلة كحقوقي على رأس الرابط الوطنية لحقوق الإنسان وقبلها كمحامي عرف خاصة بدفاعه عن كثير من النشطاء السياسيين أمام المحاكم الجزائرية يعود سنة 2012 نائبا في المجلس الشعبي الوطني تحت مضلة حزب جبهة القوى الاشتراكية يقول قبل أيام أنه أو هكذا أوحى وكأنه أخطأ لما دخل إلى ما أسماه مؤسسة الواجهة يقصد بها المجلس الشعبي الوطني نتحدث عنه مصطفى بوشاشي الحقوقي والمناضل مرحبا بك مساء الخير مؤسسة الواجهة هكذا وصفت المجلس الشعبي الوطني الذي تجلس تحت قباته منذ حوالي سنة ونصف ما الذي جعلك تصل إلى هذه القناعة طبعا عندما ترشحت في الانتخابات العامة في سنة 2012 الهاجز والهدف هو أن كل الجزائريين والجزائريات سواء كانوا نشط حقوقيين أو سياسيين أو مثقفين بأن مهمتنا الأساسية أن نناضل في أي مكان من أجل كرامة الجزائريين والجزائريات ومن أجل دولة سيادة القانون وقلنا بأن وقلت بأن البرلمان المجلس الشعبي الوطني قد يكون منبر للنضال لإدخال صوت الشعب إلى هذه المؤسسة ليفترض بأنها مؤسسة تشريعية تتكلم باسم الشعب وتشرع لفائدة الشعب مع الأسف شديد بعد سنة ونصف من التجربة وهذا التصريح هو ليس التصريح ذو طبيعة سياسية وإنما يعتمد على مجموعة من المعاينات والإحباطات التي وقعت لي في المجلس الشعبي الوطني كنائب عن حزب جبهة القوى الاشتراكية أولا السنة الماضية أنا عوض في اللجنة القانونية والحريات وأول شي صادفني هو أن عدما كنا نناقش قانون مهنة المحامات كان ممثلي الوزارة يجلسون في اللجنة ويشاركون في كل النقاشات والمداولات ثم سألت زملائي في بقية اللجان الدائمة في المجلس الشعبي الوطني فقيل لي بأن كل اللجان بدون استثناء يحضر مديرين تنفيذيين عن الوزارات ويشاركون في كل أعمال اللجان فكتب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة القوى الاشتراكية بعد أن قمت بهذا الاحتجاج إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني قائلا له بأن حضور ممثلي السلطة التنفيذية في اللجان الدائمة هو منافي وخرق للقانون العضوي وللنظام الداخلي للمجلس وإلى حد ساعة لم نتلقى ردا فقررت شخصيا تجميد حضوري في اللجنة القانونية احتجاجا على هذا التدخل للسلطة التنفيذية في المجال التشريعي أكثر من ذلك أنا شخصيا وحزب جبهة القوى الاشتراكية قدمنا منذ السنة الماضية أربعة اقتراحات قوانين ثلاث اقتراحات قوانين واقتراح بتعديل النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لأن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني هو أن جل النواب في المجلس الشعبي الوطني لا يعرفون ما هو جدوى الأعمال مكتب المجلس وما هي القرارات التي يتخذها فاقترحت بأن يجب أن ينشر جدوى الأعمال المجلس قبل اجتماع قبل اجتماع وتنشر القرارات لأنه ليس ممكن أن أغلب نواب المجلس الشعبي الوطني يعرفون نتائج أو قرارات للمكتب المجلس عن طريق وسائل الإعلام كذلك قدمنا مجموعة من مقترحة القوانين ليس هناك رد إيجابي أو سلبي وشخصيا ومنذ أكثر من عشرين سنة نعظلت بأن من ضمن المساس بحقوق الإنسان هو اعتقال الأشخاص من طرف الضبطية القضائية ومصالح الام وتعرضهم لتجاوزات وتحرير محاضر تحت الضغط يصل إلى التعذيب وقلت بأننا لكي نقضي على هذه الظاهرة ونجعل القوضات ولا نربك القوضات في إصدارهم للأحكام قلنا يجب نسمح للمحامين بحضور مع الأشخاص من يوم اعتقالهم عند الضبطية القضائية هذا القانون منذ ستة أشهر لا أتلقى رداً لا بالإيجاب ولا بالسلب ورسلت رئيس المجلس الشعبي الوطني قلت له بغض النظر عن رأي الحكومة إنك ملزم والمكتب بإحالة مقترح القانون متعدل بتعديل قانون الإجراءات الجزائية على اللجنة المختصة والنواب فقط هم الذين يقررون قبول أو رفض هذا المقترح ليس للحكومة ولا لوزراء حق فيتو على نواب الشعب ولا حتى مكتب المجلس ولا حتى مكتب المجلس مع الأسف شديد أن حتى الرد على احتجاجي لم أتلقى رداً إلى اليوم منذ أكثر من شهرين يعني وكأنك تعيش وتواجه حملة من التهميش اللامبالات يحاولون أن يصلوا بك إلى أين؟ أنا نقول بأن هل يحاولون الوصول بهل هو نية مبية ضد حزب جبهة القوى الاشتراكية أو ضدي لا أعتقد أعتقد بأن مع الأسف شديد أن هذه المؤسسة لنهاية المطاف يعني ليس تغول السلطة التنفيذية أو السلطة الخفية وإنما استقالت هذه المؤسسة وعدم الإحساس بأنهم يمثلون الشعب الجزائري حقيقة نقول بأن هذا شيء مؤسف وهي يعني أننا نخون الشيء نحن تؤمن عليه من طرف الشعب المفروض أننا نعمل لفائدة الشعب ونضع قوانين لفائدة الشعب أكثر من ذلك لأن هذا الإحباط الذي جعلني أقول هذا الكلام هو ليس للتجني على هذه المؤسسة وإنما وجهت مجموعة من الأسئلة إلى الوزراء لهم ملزمين بالرد عليها أكثر من تسعة أشهر بعض الأسئلة إلى السيد وزير الداخلية إلى السيد وزير الخارجية إلى السيد وزير العدل إلى اليوم ليس هناك ردا على الأسئلة وكتبت لرئيس المجلس بضرورة تنبيه الوزراء إلى التزامهم الدستوري بضرورة الرد على الأسئلة إلى اليوم لا أتلقى أي رد على هذه الاحتجاجات هذه الاتهامات أو هذا الحصيلة التي تقدمها الحصيلة القاتمة السوداء التي تقدمها الآن بوشاشي حول تجربتك البرلمانية هي تقريبا نفسها التي قدمتها المعارضة السياسية منذ سنة سبعة وتسين يعني منذ استئناف المسار الانتخابي ألا أكنت تتوقع غير هذا كنت كان لدي أمل بالنظر لما يحدث في المنطقة كان لدي أمل على أن هناك وعود للسلطة كان لدي أمل بأننا سنذهب إلى إصلاحات و بأننا سنعطي دور لهذه المؤسسة التشريعية بأن تقوم بدورها وتشرع ذلك لم يحدث ذلك لم يحدث مع الأسف الشديد ولكن أنا لا أحمل المسؤولية فقط للسلطة التنفيذية أنا أحمل المسؤولية إلى نواب المجلس الشعبي الوطني بتعتقد أنهم مستقلين عن أداء دورهم في فرض المهمة الدستورية المناطة بهذه المؤسسة التشريعية بالنظر للقانون وبالنظر لتعهداتهم أمام الناخبين طيب هل عندك خيارات الآن هذا ما تصفه الآن بالبرلمان الواجهة أو ديمقراطية الواجهة أو الفخ الذي ترى أنكم موجودين فيه الآن كنواب معارضة هل يدفعك إلى خيارات أخرى يعني للتنصر أو التبرؤ من هذا المشهد إنني دائما في كل شيء أقوم به هدفي الأول بأن لا أخون الرسالة ولا أخون الأمانة إذا لحظت بأنني لا أستطيع أن أقوم بواجبي سأتخذ القرار الذي يحتمه علي ضميري والعهدة الانتخابية وهذا بتشاور مع الحزب الذي انتمي إليه ولكن سأجعل دائما الجزائر فوق كل اعتبار وليس جزائر المؤسسات الواجهة وإنما جزائر العميقة بهذا الشعر ناخبين اللي يجبوك إلى هذا المقعد نشم في هذا الكلام رائحة التهديد بالاستقالة هل هذا ما أفهمه؟ لا أريد أن أصل إلى هذا القرار حاليا لكن أقول بأن كل الأشياء مطروحة كل الأشياء مطروحة فقط يعني أننا حزب سياسي معارض ولدينا التزام مع حزبي والتزام تجاه الجزائر أيام قليلة أقل من الأسبوعين قبل دعوة الهيئة الناخبة للتوجه إلى الانتخابات الرئاسية القادمة ألا تخشى أن ربما هذا الموعد القادم قد نعيش فيه نفس التجربة المريرة التي تتحدث بها الآن عن تجربة سابقة بعام ونصف الانتخابات البرلمانية تقصدون الانتخابات الرئاسية هل تعتقد أننا متجهين إلى نفس ديمقراطية الواجهة ومؤسسات الواجهة كما تقول أعتقد أعتقد وتحدث عن ذلك بمرارة وحزن لماذا بقي على الانتخابات الرئاسية ثلاثة أشهر ونصف وإلى حد الساعة هناك طبابية سواء بالنسبة للذين يريدون الترشح أو بالنسبة للعهدة الرابعة للرئيس الحالي لكن كل المعطيات إلى جانب هذه الضبابية كل المعطيات القائمة اليوم تؤكد بأننا ذاهبين إلى انتخابات مغلقة حتى إذا لم يترشح الرئيس الحالي لست أدري هل الآن عندما يتخذ قرار في هذا النوع لا يمكن أن أتكهن لا يمكن أن أتكهن ولكن النظام السياسي القائم حاليا لا أعتقد بغض النظر يترشح هذا الرئيس أو لا يترشح لن نكن أباما انتخابات مفتوحة حقيقة وإنما سندهب دائما إلى أن الذين يتخذون القرار خارج المؤسسات الرسمية يريدون فقط من الشعب أن يصادق على قرارات اتخذة لأن هذا النظام وتقريبا منذ الاستقلال لم يكن أبدا الجزائري الجزائري الفرد الجزائريين المجموعة هما مركز اهتمام هذا النظام الآن لم يتغير شيء في اعتقادك خلق مجرد رعاية نشوف إلى الدعوة التي أطلقتها قبل حوالي ثلاث سنوات وكنت تعتقد أننا مقبلين على مرحلة جديدة تكون فيها قوى المجتمع الحية هي التي تقود معركة التغيير نشوفوا هذا الفيديو مع بعضنا البعض هذه رسالة للنظام من طرف المجتمعين باللي ما تقدرش تستمر باش تسيرنا بهذه الطريقة وكلنا احنا ولادنا وعائلاتنا والمناغلين تعنا في الرابطة وفي النقابات وفي الأحزاب باش يوم تسعة نخرجوا جميعا نخرجوا جميعا نموتوا يمنعونا ولكن لازم نخرجوا سيبو شاشي نرجع لك ونقول باللي فعلا خرجتم في تلك المسيرة المشهودة لكن بعد ثلاث سنوات النظام ما زلوا نفسه ولم يتغير كما دعوتم إلى ذلك وش سبب؟ لن أريد أن أرجع إلى التنسيقية الوطنية من أجل التغيير ولن لازم نذكر لإخوة المشاهدين بأن في بداية جنوبي 2011 خرج مجموعة من الشباب في مختلف المدن الجزائرية نتيجة رفع الدعم عن المواد الواسعة لاستهلاك وحدث عنف الشارع الجزائري السلطات العمومية في الجزائر مستعملة العنف والقضاء قاموا باعتقال ألف ومئتين شاب ألف ومئتين شاب هؤلاء نصفهم يعني أتهموا بجنايات خطيرة وأودعوا السجن في كل المحاكمة الجزائرية في ذلك الأسبوع كان هناك اجتماع للجنة المديرة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وقلنا يجب كرابطة نقوم بإصدار بيان الإخوة في اللجنة المديرة قالوا بأن هذا ما وقع من عنف من تجاوزات من اعتقالات عشوائية يستوجب أكثر من بيان فقررنا أن نقوم بندوة صحفية في مقر رابطة وقمنا بندوة صحفية دعونا فيه المجتمع المدني والنقابات والمجتمع السياسي إلى ضرورة تأطير والدفاع عن بنائنا المعتقلين في تلك الفترة فحدث أن النقابات المستقلة قامت يعني مع الرابطة بإذاعة بيان حول ضرورة يعني التكفل بهؤلاء من هنا جاءت من هذا البيان والنقابات المستقلة من هنا جاءت فكرة عقد اجتماع في دار النقابات حول ما العمل طبعا الوضع الذي كان قائما في المنطقة ساعد كثيرا وقلنا بأن يعني لا يمكن أن يحدث في 24 ساعة أو 48 ساعة أن نقوم باعتقال أو بمتابعة 200 هلف و 200 شخص بعد ذلك كيف جاءت فكرة المسيرة الذهابين للمسيرة بعد ذلك في هذا الاجتماع واللي وريدت الفيديو كان هناك اجتماع حضرت الأحزاب السياسية ليس كل أحزاب السياسية حضرت نقابات وجمعيات المجتمع المدني ومناظلين حقوقيين وقلنا يعني يوم 9 فبري هو تاريخ يعني تاريخ رمزي رمزي يعني 19 سنة من حالة الطوارئ ندير مسيرة سلمية هذه المسيرة السلمية الاتفاق حولها هي ثلاثة نقاط أساسية هو الإطلاق صراح المساجين رفع حالة الطوارئ والذهاب إلى إصلاحات حقيقية هذه المطالب الدنيا المتفق عليها في ذلك الاجتماع وبعد ذلك دعونا إلى تلك المسيرة التي حدثت فعلا هل كانت المسيرة ناجحة؟ طبعا المسيرة ما أعتقد بأنها كانت ناجحة حوالي كانت في واحد في ساحة أول ماي حضر حوالي خمسة الاف يعني شخص شاركوا في تلك المسيرة مع الأسف أن وزارة الداخلية في ذلك الوقت قالت ميتين ميتين وخمسين شخص شاركوا في المسيرة ولكن في المقابل أحضرت حوالي ثلاثين ألف شرطي لتأطير المسيرة يعني هذه نكتة ولكن صح طيب ما حدث فيما بعد أن المسيرة اللي كانت عرفت مشاركة الألاف وكانت فيها تعطية إعلامية مش بسيطة دوليا ومحليا طبعا تظهر هذه الصورة مصطفى بوشاشي وهو في المسيرة يدعو إلى الاحتشاد بعدها جاد مسيرات أخرى تواصلت بوجوه أخرى وبوجوه جديدة يظهر الآن كما هنا علي يحيى عبد النور اللي هو كان في تلك المرحرة رئيس الشرف للرابطة الوطنية للجزائرية لحقوق الإنسان ومعاه دكتور سعيد سعدي رئيس حزب التجمع من نجل الثقافة والديمقراطية لم تظهرون في المسيرات التي أعقبت المسيرة الشهيرة الأولى لماذا؟ لا إحنا قمنا بمسيرتين وكنا كل من دير مسيرة يوقع اجتماع للتقييم والتخطيط للمستقبل قمنا بمسيرتين ثم قمنا باجتماع بعد المسيرة الثانية وحضرت النقابات والأحزاب والجمعيات ورموز المجتمع المدني وكان النقاش هل نستمر في نفس الطريقة وهي القيام بمسيرات قمنا بتقييم للوضعية وقلنا بأن أولا النظام السياسي في الجزائر لن يسمح بمسيرة لأنه لم يسمح وقع اعتصام لن يسمح بمسيرة حقيقية وكان كل يوم سبت يقوم تقوم مصالح الأمن بتطويق الجزائر العاصمة صحيح لكي لا يحضر المناظلين أو الذين يريدون المشاركة في هذه المسيرة ثانيا الجزائريين على خلاف شعوب المنطقة عرف الجزائريين عنف أعمى في التسعينات لا توجد عائلة تقريبا لم تتأثر نتيجة العنف الذي ساد التسعينات هي ميتين ألف قتيل وأكثر من عشر ألاف مفقود وأكثر من مليون مرحل يعني هذا أطر كله على نفسية الجزائريين على نفسية الجزائريين جعلها تخاف من أي محاولة التغيير وكأنها تخشى أن تعيش نفس السيناريو من جلسة نفس السيناريو أولاً ثالثاً قلنا للإخوة بأن نطلب من الجزائريين النزول يجب أن تكون هناك عملية توعية عملية توعية نظام السياسي التسلطي في الجزائر قام برفض أي تأطير للمجتمع وأصبح الجزائريين لم يتعودوا على فكرة المسيرات السلمية يعني أدوات التطير التنظيمية كانت غايبة كانت غايبة نتيجة فعل النظام لكن الاجتماع عدد تقييمي اللي تكلمت عليه كان خرج في نهاية المطاف بغالبية تدعو إلى موصلة المسيرات لماذا؟ لأن هناك بعض النقابات وبعض الجمعيات اللي كذلك قالوا بأن نوقف المسيرات وندعو إلى نوع من العمل الجواري للتوعية وانشطر التنسيقية إلى قسمين لا يمكن الحديث لذي لأنها ليست هيئة أو إطار هي مجموعة من الأحزاب ومن المناظلين ومن مؤسسات المجتمع المدني ومن النقابات لم تكن هيكل وبالتالي فبعض يعني قالوا بللي بعد المسيرة يجب أن نقوم بعمل آخر ويكون الأنفع لأن الاستمرار بنفس الطريقة وكأنه عبته لن ننجح لن ننجح لماذا ليس هناك تجاوب نتيجة الخوف نتيجة أن مصالح الأمن لا تريد بالإضافة إلى شيء طبعا في دول أخرى نظام سياسي هو نظام مركزي في مصر هناك حسن مبارك في تونس هناك زين العابدين نظام سياسي بالجزائر ليس مشخص وبالتالي صعب جدا قلنا نقوم بالتوعية ونستمر في النضال السلمي من خلال اجتماعات من خلال محاضرات من خلال عمل جواري نحظت أنه الرئيس الشرفي للرابطة اللي هو علي يحيى عبد النور المناضي الحقوقي القديم كان واصل في عملية الحشد في المسيرات التي أعقبت تنازلكم وخروجكم أو بمعنى توقفكم عند دعوة إلى مسيرات ونسفهمته وكأنه فيه تناقض الرئيس الشرفي مع مواصلة المسيرات كل يوم سبت والرئيس الفعلي اللي هو مصطفى بوشاشي يدعو إلى التوقف ونفد فعلا عملية التوقف عن المسيرات لا لأنه حتى بالنسبة للمسيرات إلى جانب إلى جانب هذا يعني أنا مجرد رئيس للرابطة هناك هيئات للرابطة هناك اللجنة المديرة وهناك المجلس الوطني حتى أن بعض الإخوة لموني على المشاركة في المسيرة أصلا الأستاذ كمال داود اللي كان يعني نائب الرئيس نائب الرئيس يعني كتب رسالة يعني موجهة لوسائل الإعلام يقول بأن الأستاذ بوشاشي تصرف بدون استشارة رابطة ولاحقا في المجلس الوطني هناك مناظلين لاموا على أن اللجنة المديرة اتخذت هذا القرار المهم فقلت بأن القرار أو مسعى الرابطة هو رفع حالة الطوارئ وتم رفع حالة الطوارئ حقيقة في النصوص ومباشرة بعد إعلان المسيرة تم إطلاق صراح جميع الموقفين الموجودين في السجون الجزائرية مباشرة بعد تشكيل هذه التنسيقية يعني كنت تعتقد أنكم حققتم الهدف ما فيش داعي للمواصلة بنفس الطريقة ليس أننا حققنا الهدف لماذا الهدف هو ليس الضرفي على الأقل بمعنى المطالب العاجلة قلنا بأن الهدف هو الإصلاح ولا يمكن لأي تنسيقية ولا يمكن لأي حزب ولأي رابطة ولأي نقابة أن تقوم بأي تغيير في الجزائر إلا من خلال الشعب صح طيب الموقف الذي كان تأخذه نائب رئيس الرابطة كمال داود هل كان يعكس رأي غالبية داخل المؤسسات التنظيمية في الرابطة أم لا؟ أم تعتقد أن الغالبية كانت مدعم مسارك وهو الذهاب في مسيرات ومواصلة التنسيق مع بقية الشركات؟ الأغلبية كانت مدعم هذا المسار أولاً أثنين نحن انطلقنا من أن شعار المؤتمر الثالث للرابطة هو من أجل رفع حالة الطوارئ إذن فيدخل في نضالنا نضالك العادي في نضالنا العادي طيب هل حاولت أنك تحاول ترجع إلى مؤسسة الرابطة لتطرح عليهم القضية وتحاول تنال نوع من التزكية والتفويض الجديد أو اللي ممكن يخليك في أكثر أريحية في مواصلة هذا المسار لا رجعنا إلى طبعاً بعد قلنا ليس الرابطة فقط يعني مجموعة كبيرة من المؤسسات اللي قررت بأن لا تشارك في الآخر وتذهب إلى نضال بطريقة أخرى المجلس الوطني للرابطة يعني اجتمعنا وكان هناك لوم يعني لبعض الزملاء لا يمكن أن أقول بأنهم الأغلبية ولكن كان هناك مجموعة لبأس بها يعتبروا بأن هذا القرار ربما ليس صائباً ولكن الأغلبية كانت مع القرار يعني لكن نحن في اللجنة المديرة لأن اللجنة المديرة كانت تجتمع باستمرار في اللجنة المديرة رأينا بأن الاستمرار في الخروج يعني كل سبت أصبح غير مجدي لهذا الأساس ولكن احترمت قرار الإخوة الذي قالوا يجب نستمر في المسيرات يجب أن نقوم بعملية تقييم إذا وجدت بأن الجزائريين توقينا متجاوبين لسبب أو لآخر إذا وجدت بأن لا يستطيعون أو ليس لديهم الوعي أم خائفون يجب أن نلتج إلى وسائر لنضال آخر وهذا القرارات هذا ما حدث صحيح طيب بعدها بأشهر قليلة تعلن انسحابك من رئاسة الرابطة وتدعو إلى تغيير يعني إلى استبدالك بشخص آخر على مستوى منصب الرئيس لتتفرى للحملة الانتخابية في تشريعيات 2012 مرشحا باسم جبهة القوى الاشتراكية متصدرا قائبة في العاصمة فكرة الترشح هل كانت فيه مشروع سياسي قديم أم فكرة ظرفية جاءت فقط عشية الانتخابات فيه أعتقد لو ما تخلنيش الذاكرة في بداية 2012 جاءوا قيادة من حزب جبهة القوى الاشتراكية شاول عندي المكتب بنا على موعد وفتحوني في الموضوع قالوا لي نريد أن تكون مترشح مع جبهة القوى الاشتراكية في العاصمة والسبب هو أن حزب جبهة القوى الاشتراكية يريد الانفتاح على فعالية المجتمع المدني طبعا تفاشأت بالطلب لأن لم أخطط ولم أفكر في الموضوع أبدا وتدارست مع الإخوة قال تدارست مع الإخوة الأصدقاء وبعض الأصدقاء الإعلاميين وبعض الأصدقاء السياسيين هل من المناسب أن أترشح في هذه الفترة مع أن الحياة السياسية أو النظام السياسي أو الانتخابات هي انتخابات مغلقة صحيح و لن تكون هناك انتخابات حقيقية فطلبت مهلة من الأصدقاء في جبهة القوى الاشتراكية و بعد خذيت أراء فالرأي الغلب هو أنني انترشح و قيل لي وأعتقدت صادقا لأن النضال السلمي من أجل التغيير هو يعني كل موقع كل منبر كل مساحة يجب أن تستغل لماذا؟ لأن كجزائريين لا نملك وسائل التغيير بالقوة و النظام السياسي القائم يملك وسائل العنف أكثر من المجتمع و بالتالي الشيء الذي لا يملكه النظام هو النضال السلمي إذن فالاتصال بالناس في الحملة الانتخابية في الشرق في الغرب في الجنوب في العاصمة كانت تلك فرصة حقيقية طيب أن ألقل هذا الخطاب و قررت يعني بعد حوالي أسبوع عشر تيام قبلت تقبل الافتراح وتترشح فعلا نعم لكن طبعا يعني وجودك على رأس قائمة جبهة القوى الاشتراكية ما كانش غريب لمن يعرف كواليس السياسة من الداخل باعتبار أنه بوشاشي المحامل المناضي الحقوقي كان حاضر في كثير من نشاطات الحزب قبل الانتخابات و كنت تحضر في دورات تكوينية لإطارات الحزب وتحضر في محاضرات وملتقيات و تحاضر لمناضي الحزب يعني و كأنه استكمالي مسار طبيعي من التقارب ما بينك كشخص و ما بين جبهة القوى الاشتراكية كمؤسسة حزبية الحزب جبهة القوى الاشتراكية هو حزب ناضلة من أجل ديمقراطية و كرامة الجزائريين و الجزائريات منذ سنة تلاتة وستين إذن في أدبيات الحزب و أهدافي كمناظر حقوقي ليس هناك أي اختلاف و مسار الحزب و استقلاليته عن نظام السياسي القائم هو لا شبهة فيه و بالتالي أعتقد بأنني كنت من خلال هذا الحزب لإعطالي منبر آخر من خلال الحملة الانتخابية بأن أقوم و وصل المسار الطبيعي في النظام طيب هل هذا يعني أنه ما كانش فيه تقارب تنظيمي أبدا ما بينك و ما بين الحزب لا أبدا طيب أثناء الموافقة على الترشح هل صار فيه نقاش مثلا أكيد الحزب لما يجيب شخص يترشح تحت قائمته يطلب منه أكيد مجموعة من الالتزامات الحزبية والسياسية والتنظيمية في حالة ما إذا فاز وجاء فعلي إلى البرلمان في نفس الوقت هذا المترشح خاصة لما يكون حقوقي مستقيل كما تقول عنده هامش من الحرية يريد أن يحافظ عليه هل صار توافق على أن تمسكوا العصر من الوسط يعني يخلوك شوية حرية و في نفس الوقت تلتزم بمجموعة من الضوابط الحزبية لا لماذا؟ لأنه أنا التزام بأهداف الحزب بمبادئ الحزب وليس هي غريبة عن أهدافي ومبادئي بعد ذلك ليس هناك اتفاق شخصي هناك تعهد والتزام لكل المترشحين باسم حزب جبهة القوى الاشتراكية ولكن هذا لا يتعلق بشخصي يلزم الجميع يلزم الجميع بالإضافة إلى أن ليس أنا الشخص الوحيد صحيح الذي ترشح مع جبهة القوى الاشتراكية كثير من المناظلين من خارج الحزب من مؤسسات المجتمع المدني لترشحوا مع هذا الحزب لبعض وطبعا في ولايات مختلفة وهم لا ينتمون إلى حزب جبهة القوى الاشتراكية يعني صحيح يعني كثير من المناظرين الحقوقين كانوا يشوفون بلي هذا الفضاء الحزبي الطبيعي إذا حاولوا يمرسوا السياسة هذا لم يمنع هذا التوافق الذي تكلم عليه لم يمنع أنه بعد أشهر قليلة في دورة للمجلس الوطني للحزب صار فيه تلاسن كما وصفته الصحافة في تلك المرحلة ما بين بوشاشي اللي هو عوض المجلس الوطني للحزب وما بين العسكري اللي كان هو السكرتي الأول للحزب وصار فيه اختلاف حول طريقة تسيير الحزب ما قصة ما حدث لا يعني أعتقد بأن هذا النوع من النقاش يحدث في كل الأحزاب وكان شيء يعني نوع أنا قمت باحتجاج على أن المجلس الوطني اللي هو المؤسسة المؤسسة اللي تتخذ القرارات بين دورات المجلس أن ربما أوقع استدعاء بأن ليس هناك جدول أعمال واضح يعني في إطار لأن هذه الأحزاب الديمقراطية يجب أن يقع نقاش داخل المؤسسات ويجب أن ننتقد بعضنا البعث وقمت بذلك بكل صراحة وموضوعية يعني احتجيت على أن ليس هناك جدول أعمال ربما وسائل الإعلام قامت بيعني ربما تضخيم هذا النزاع ولكن نعتقد بأنه نقاش يعني ما كشفه تابعات فيما بعد بمعنى سأت العلاقة التنظيمية بينك و بين القيادة مثلا أو لنقول فلا ربما لم تعد ترى أن الفضاء يعطي كل الحرية اللي ربما كنت تمتع فيها قبل ما تتقييد بهذه الضوابط الحزبية الجديدة ضمن بأنه لماذا لأنه حزب جبهة القوى الاشتراكية حزب قديم و أنا مناضل جديد فيه يعني يعني تلوم نفسك أو كيف لا 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 لماذا لأنه وبالتالي القيادات أو الهياك القيادية في الحزب أنا لست جزء من الهياك القيادية للحزب ولا ربما لا أتدخل كثيرا في كيفية تسيير الحزب أعطي اهتمام أكبر إلى العملي كبرلماني والحديث كبرلماني عن جبهة القوى الاشتراكية والاستمرار في نضالي في تقديم مقترحات قوانين بالنسبة للتسيير الداخلي للحزب عادة لا أريد أن أقحم نفسي ليس لدي الأقدمية لماذا لأنه إذا كانت إخوة مناضلين في الحزب منذ عشرين أو ثلاثين أو أربعين سنة الأقدمية ليست لك وهل لديك الرغبة نعم وهل لديك الرغبة الرغبة في ماذا؟ في أن تقحم نفسك في التسيير إذا الإخوة احتاجوني وطلبوا مني أي نوع من المساهمة في أي شي لن أتأخر طيب في عشية المؤتمر الأخير هذا المؤتمر للحزب مؤتمر الحزب اللي كان عرف التنحي التاريخي لزعيم الحزب أي تحمد من رئاسة الحزب وتعويضه بمجموعة رئاسية تتولت سير شؤونه جرى الحديث وتداولت وسائل إعلام القول أنه مصطفى بوشاشي مرشح أن يكون من بين الخماسي الذي سيدير الحزب هل فعلا كانت اتصالات في هذا الخصوص؟ لا أبدا أبدا يعني لم تطرح علي الفكرة لكي أرفضها وبالتالي الإخوة الذين أشرفوا على تحضير المؤتمر الحزب مؤتمر الخامس للحزب يعني ربما هم أدرى بمصالح الحزب في المرحلة المستقبلية ولكن لم يعرض علي أي منصب تنظيمي واضح طيب طبعا علاقتك مع حسين أي تحمد مش جديدة أنت بوشاشي مصطفى المحامي والمناضي الحقوقي في تلك المرحلة ما طلعت تسعينات كنت قد دافعت عن أي تحمد ضد وزارة الدفاع الوطني في موضوع حينما اتهم بالقدف في حق المؤسسة العسكرية يعني هل تعتقد أنه هي تلك بداية التقارب الحقيقي بينك وبين زايم الحزب لا أنا هذا رجل يعني من الرجال قلائل الذين قاموا بشيء كبير في الحركة الوطنية وفي نضاله من أجل ديمقراطية في الجزائر حسين أي تحمد المجاهد ورئيس الحزب التقيت به عدة مرات يعني قبل هذه القضية التقيت به في باريس يعني في التسعينات كرئيس للرابطة أيضا كالحقوقي لا قبل الرابطة قبل الرابطة عندما كنت محامي التقيت به ويعني تحدثنا لماذا لأن نضالاتي يعني قبل أن أكون رئيسا للرابطة في قضايا المفقودين في قضايا الاعتقال التعسفي في القتل خارج دائرة القضاة جعلت لي فضاء كوني كنت نسافر يعني والتقيت أحتك بي كثير أحتك بي كثير ومن دم فيه تقارب يعني نعم طبعا إصراء تقارب فيما تقارب بالإضافة إلى أن يعني تهبنا إلى آليات الأمم المتحدة برفقة حسين أي تحمد الحديث عن قضايا حقوق الإنسان نعم حسين أي تحمد مش سياسي الوحيد اللي كنت دفعت عليه في قضايا سواء تعلق بالقدفة وبغيرها طبعا كنت دفعت على حزب جبهة التحرير الوطني عن قيادة حزب جبهة التحرير الوطني لما حاولت السلطة بعد 92 تحاول تنتزع بعض أملك الحزب وهنا أصرى أيضا تقارب كبير بينك وبين مهري وبين قيادة الحزب اللي كانت تحاول أن تأخذ لنفسها بعض الاستقلالية التاريخية اتجاه السلطة القائمة نعم في سنة 92 عندما تم توقيف المسار الديمقراطي الكثير يسميه المسار الانتخابي أنا أعتقد بأن الإخوة الذين قرروا التوقيف ليس المسار الانتخابي وأن المسار الديمقراطي في الجزائر حزب جبهة التحرير الوطني بقيادة عبد الحميد الله يرحمه لرجل وطني ومخلص وحكيم الجزائر في هذا القرن كان خذاء مواقف مستقلة عن السلطة عن السلطة وعن النظام السياسي وجه الرد منهم بـ والرد حول هذه الاستقلالية وحول عدم وافقته عما حدث في جنوبي 92 أدى بالنظام القائم إلى تجريد الحزب من ممتلكاته كانت تجريد الشعب جريدة المجاهد المطبعة بعض المقرات في ظل مقرات ليس في العاصمة فقط في عدة أماكن من الوطن قاموا الإخوة الذين كانوا يشرفون على تسيير الشأن العام بسلب ممتلكات جبهة التحرير الوطني بقرارات إدارية قادمة بقرارات إدارية من العجائب أنه مدير الشعب في ذلك الوقت اللي كانت هي مؤسسة خاصة بعقد توثيقي بعقد توثيقي جاء دخل المكتب تاعه الصباح لقى واحد جايب له قرار قالوا راني معين كمدير جريدة الشعب قالوا يا ودي هذي رايب ملكية خاصة كيفاش يعينوك قالوا هكذا أفضع من ذلك لأن شيء لازم نذكره سي عبد الحميد مهري الله يرحمه لما شاف بأن عامل القوة وليس القانون هو الذي يسود طلب مني أن أطلب أن استصدر حكم بتجميد حسابات في بنك معين حسابات الجبهة في بنك معين فقمت باستصدار حكم وذهبته إلى مدير البنك قلت له المحكمة راي تطلب منك واحد ما يزيد يتصرف في هذا الحساب وش قال لي؟ قال لي أنا ما نطبقش يعني يعني لأضع المشاهد في الصورة يعني الهجمة ليس لأن حزب جبهة تحرير الوطني فقط لأنه لم يقف في صف السلطة لأن جبهة تحرير الوطني وإلى اليوم باستثناء هذه الفترة الوجيزة لكانسي عبد الحميد أمين عام للحزب هي إحدى وسائل النظام في البقاء في البقاء والاستمرار الذي يحزنني أن هناك كثير من مناظلين وأطر في هذا الحزب طبعت نفسها على أنها حزب السلطة وراضية بالشي هذا وتتنافس على ذلك وتتنافس على ذلك خصوصا في الفترة الأخيرة طيب دفعت أيضا دفعت علاب الخادم لما مجموعة من الصحف المستقلة في مطلع التسعينات اتهمته بالولاء لجهات خارجية تكلموا عن إيران تكلموا عن تحالفات عقدها بعد طيار الإسلامي أو شيء من هذا القبيل دفعت أيضا عنها بالنسبة سعب العزيز بالخادم اللي كان عضو المكتب السياسي في ذلك الوقت وكتبت بعض الصحف فطلب مني أن أقدم شكوى وقمت بتقديم شكوى ولكن بالنسبة لكل الإخوة السياسيين أو الصحفيين أو النقابيين أنا في حياتي لم أتأخر فينا الدفاع عن أي شخص ليس لدية انتقائية في الدفاع عن تيار معين في قضية بالخادم مثلا هل كنت تعتقد أنه فعلا الرجل كان متهم بأشياء فقط لأنه كان ينتمي محسوب على قيادة جبهة التحرير المستقلة أو التي حاولت أن تكون مستقلة عن السلطة أعتقد بأن هذا النوع من الكتابات هو تجني على الشخص تجني على الشخص ولكن في إطار الحملة لمسة كل الأطور تعجبات تحرير الوطني في ذلك الوقت سعب الحميد مهري والإخوة اللي داروا عقد روما واتهموا بالخيانة لماذا يلجئوا هات السياسيين لك يعني؟ لما أيتحمد يلجأ إليك لتدافع عنه في قضية قدف و رفعتها وزارة الدفاع و يلجأ لك بالخادم و يلجأ لك مهري لماذا هؤلاء؟ حتى الإخوة في جبهة الإنقاذ لتاج أولية هذه نقطة رحية أنت حتى اتهمت أو وصفت في مرحلة معينة أنك محام جبهة الإنقاذ من كثير القضايا اللي كان لنشطاء جبهة الإنقاذ اللي كانوا يلجأون إليك للدفاع عنهم سواء كانوا رموز سياسيين معروفين أو انشطاء بسيطين على مستوى الولايات هذه يدخل أولا في مهمتي كمحامي لماذا يعني بعض الإخوة السياسيين أو الصحفيين يطلبوا مني باش ندافع عليهم لست أدري يعني لا يمكن ربما يعني تسألوا الإخوة أكثر يعني كونش أنت شخصيا مثلا فلا ربما كنت تعتقد أن هذا المجال وهو التأسس في قضايا السياسية أو في قضايا في العدلة ذا الطبع السياسي هو من المجالات التي تستهويك شخصيا يعني تستهويك لا أنا دفعت يعني يعني عمري ما وقعت نوع من الانتقائية في اختيار الأخر يعني هذه الإخوة هما اللي طلبوا مني يعني بحكم العلاقة بحكم النضال يعني بحكم يعني ربما وسائل الإعلام المرافع في قضايا تتحدث عليها يعني هذا يدعو البعض إلى تأسيسي في هذا النوع من القضايا حتى يعني ناس ما نعرف همش يعني يتصلوا بيا ويطلبوا مني باش نتأسس نقابيين ولا فنعتقد بأن وظيفتي كمحامي أو مهنتي كمحامي بالإضافة إلى نضالاتي هي اللي خلات بعض الإخوة يطلبوا مني باش نتأسس في حقهم من هلك ما عد القضايا السياسية هل فيه قضية إنسانية اللي بقى ترسخة في بالك طوال هذا المسار الطويل من المحامات أنا أعظم قضية اللي نعتز بها فعلا ورايحة تكون في ذاكرتي مدى الدهر لأخر رمق من حياتي في ثمانينات كنت خارج من محكمة عبان رمضان وكان شاب يعني في وضعية مزرية ومعاق لماذا؟ لأن رجله ويده مقطعين فينظر فيه ويقول لي يا أستاذ أنت محامي قلت له نعم يقول لي قلت له واش كاللي أستاذنا عندي قضية وجاي من خنشلة لأم البواقي قلت له إذا تفوت للمكتب يجيني شاب لمعدم من الناحية المادية وحالته صعبة جدا يقول لي أنا وقعت لي حادثة تع قطار أنا كنت عسكري واركبت القطار من الشرق واجئت للعاصمة ثم اركبت القطار من العاصمة الوهران ولأنني كنت مرهق كي وصلت الغليزان كانت الباب تاع القطار مفتوحة فاطحت من القطار وفاتت علي عجلات القطار فقطعت لي أعضائي قلت له واشي هذا ولي وقع لك قال لي عندها خمس سنين طبعا قال لي خرجت من الجيش والوكراني يعني ما عندي والو فاخذيت القضية تاعه وكان عنده مجرد صورة عن تذكرة القطار في ذلك الوقت واخذيت سيارتي وروحت الغليزان بحت في المحكمة عن محضر تاع ذلك الحادث تاع القطار ما لقيتوش رحت لدرك الوطني مشكور ذلك الضابط اللي قال لي أستاذ المفروض تروحوا تشوفوا وكيل الجمهورية قلت له قضية إنسانية أرجوك نبحثوا عليه فبحت ذلك الضاركي مشكورا وحتى لقينا محضر صورته ودرت له قضية بعد إجراءات طويلة وتعين خبير ومحكمة ومجلس قضائي نحصل على تعويض في ذلك الوقت قدره أكثر من ستين مليون يعني هذا الشخص بذلك المبلغ استرد حياته تزوجه هذه القضية بالنسبة إلي تبقى راسخة تبقى راسخة مبلغ كبير تكلم على مبلغ موش بسيط نعم وهذا الشيء أفتخر به جدا يعني كنت في بداية حياتي المهنية ولكن هذه قضايا التي تؤثر في الناس على هذه بالنسبة الزملاء المحامينة نقول بأن مهنة المحامات هي مهنة شريفة ومهنة دافع عن المبادئ صحيح طيب أستاذ بوشاشي نعود إلى قضية الرابط الرابط الآن بعد ما خلتها قبل سنتين تقريبا تعيش أزمة داخلية عاصفة منذ أشهر ليست قليلة وصلت إلى حد الإنقسام الذي تعيشه الآن فيه رسالة للرئيس السابق للرابطة والرئيس الشرفي للرابطة علي إحياء بن نور من وجهة نظره يتحدث عن بعض الأسباب التي وصلت بالرابطة إلى هذا المشهد ويقول في هذا المقطع لنشوفه مع بعضنا البعض نحاول أن ترجم ولو مش حرفيا لم أتدخل في تسيير الرابطة منذ تقاعدي إلا في مرتين بعد المؤتمر الثالث للرابطة في مارس 2010 طلبت لثلاث مرات مصطفى بوشاشي بالامتناع أو بالتراجع عن السلطة التسلط الشخصي المكروح والغازي والذي من خلاله لجأ إلى تعيين إدارة أو هيئة مديرة تنفيذية للرابطة أو بالمعنى نزع صلاحيات المجلس الوطني يضيف يقول في الذكرة الجماعية لمناضي لحقوق الإنسان في العالم ولا مرة حدث هذا وهذا هو سبب المشكلة الذي كتاليق نعم طبعا بالنسبة لهذه القضية واتهمته بأنني استعملت يعني أنني أصبحت يعني تسلطي في الرابطة وأكثر من ذلك في مقال آخر بأنني استعملت الرابطة للانتقال إلى السياسة هذه هي وجهة نظر يعني الناس أحرار في ذلك ولكن الشيء اللي نحب نقوله ولست مجبر على ذلك عندما جئت إلى الرابطة كان هاجسي أن الرابطة يجب أن تكون يعني وطنية منتشرة وقمت بخلق يعني فروع في أغلب ولايات الوطن وبعد ذلك جاء المؤتمر الثالث وجاء المناظرين وتعرف المؤتمر اللي دام اللي تعرضنا ما كانش عندنا رخصة لعقد المؤتمر وبعد ذلك عقد مؤتمر في دار نقابات والإخوة كانت هناك لجان كانت هناك لجان إحدى اللجان المتعلقة بالنظام الأساسي اللي ارتأت بأن من الأحسن أن يقوم الرئيس بتعيين اللجنة المديرة وصوت المؤتمرون على ذلك لكن رغم أن النظام الأساسي وقرارات المؤتمر هي كذلك لكن بعد ذلك قمت بوضع قمنا بوضع نظام داخلي في المجلس الوطني وهو أن تعيين عضاء اللجنة المديرة يجب أن يخضع إلى موافقة المجلس الوطني يعني أن المجلس الوطني من خلال النظام الداخلي يقدر يعترض على تعيين يقوم بها الرئيس إذن لست أنا الذي وضعت هذه الوثيقة هذه من ناحية من ناحية ثانية لولايات الوسط هي أكثر وجودا وأكثر نظالا وأكثر نظالا وقلنا بأن ربما هذا الحكم أو هذا الإعطاء الصلاحية للرئيس بموافقة الأخرى سنخلق نوع من التوازن الجهوي يكون هناك عضو من الشرق أو عضوين عضوين من الوسط من الغرب إلى غير ذلك ولكن الهدف لم يكن هناك أي غرض من أجل التصويت على الرابطة هو أضافي في رسالة وحدة أخرى يتكلم الرئيس الشرفي السابق الرئيس السابق للرابطة يقول باللي طلبوا منكم شخصيا لما حاول تترشح وتتنازل عن رئاستك للرابطة طلبوا منك التقرير الأدبي والمالي في النهاية وأنتم امتناتم عن تقديم هذه الحصيلة لا لم يطلب مني أحد ذلك وصرحت في جريدة الوطن بأن أولا أنا لم أكن يعني أقوم بالتسيير المالي للرابطة ولكن المسؤول والأمين العام قاموا بتقديم تقرير عن الموضوع وأنا قمت بلقاء مع الرئيس وتحدثت شفويا عن مال الرابطة وما عليها وبالتالي لم يكن هناك أي فكرة عن تقرير أو رفضنا تقديم تقرير إلى ذلك بعد ذلك قام المجلس الوطني بعقد جمعية عامة وقدم مسؤول المالية تقريرا عن ذلك ووفق عليه المجلس الوطني بالإجماع هذا من ناحية من ناحية ثانية لأنه في بعض الأشياء في الرابط الجزائري الدفاع عن حقوق الإنسان ومنذ إنشائها لم يكن هناك أي تقرير أو تبادل المهام بين رئيس سابق ورئيس حالي لا شك بأن المطلب مشروع ولكن الهدف منه هو ليس لتبيان الحقيقة وإنما أكثر لأن يعتبر البعض بأن تركي للرابط وذهابي إلى جبهة القوى الاشتراكية هو غير مقبول بالنسبة إليهم تلك وجهة نظر يعني أقبلها بكل حسن حسين زهوان اللي هو المناضي الحقوقي أيضا والرئيس السابق للرابطة أيضا كان قال بل أنتم حاولتم أن تمكنوا لحجبت القوى الاشتراكية في الرابطة وأن هذا أحد الأسباب الرئيسية اللي خلتكم تنقلبوا عليه سنة 2007 بتعيين بوشاشي رئيسا ثم تثبيت هذا القرار قرار وضع بوشاشي رئيسا للرابطة في مؤتمر 2010 هذا طبعا هو كلام يعني تداول يعني تمت يعني الحديث عن ذلك بأن الرابطة قريبة من لفافاس الرابطة اشتغلت مع كل أحزاب السياسية التي تناظل من أجل حقوق الإنسان وإذا كانت جبهة القوى الاشتراكية تناظل في نفس الاتجاه وتريد أن تخلق جصور مع مؤسسات المجتمع المدني بما فيها الرابطة لكن الشيء الأكيد أن الرابطة كانت دائما مستقلة عن حزب جبهة القوى الاشتراكية وعندما قررت الترشح قدمت استقالتي قبل الترشح لكي لا يؤثر في عمل الرابطة لكي لا يؤثر على المناظلين الذين في الرابطة الذين ينتمون إلى عدة أحزاب سياسية أكثر من ذلك في جنفير فيفري 2011 الرابطة قررت أن تشارك في التنسيقية الوطنية من أجل التغيير حزب جبهة القوى الاشتراكية كان له موقف معارض لذلك صحيح لو كان هذا الحزب له تأثير على الرابطة كنا اخذينا نفس الموقف لاخذاء هذا الحزب وبالتالي يعني الرابطة على الأقل بالنسبة إلي لقد كانت مستقلة عن أي حزب سياسي وعملت كل مجهودي بأن تكون رابطة لكل الجزائريين ولكل المناظلين ولم تكن لها أي ارتباط عضوي أو تأثير سياسي من أي حزب سياسي قائم في الجزائر نختم هذا النقاش الجميل والتري معك بهذا السؤال مصطفى بوشاشي يتقن العربية بشكل جيد يعني قراءة ونطقا يتقن الفرنسية كذلك يتقن اللغة الإنجليزية كذلك كل هذا نفهوم كيف مصطفى بوشاشي يتقن اللغة الأمازيغية في شكلها القبائلي بهذا الشكل السلس أنا أنا ابن شهيد كنت في مركز أبناء الشهداء بشاطونف في 64 عندما أغلق مركز أبناء الشهداء وتحول إلى مقر وزارة المجاهدين تم تحويلي إلى مركز أبناء الشهداء بوادعيسي بولاية تيزي وزو وكنت طفلا صغيرا في الابتدائي فقرأت فدرست المرحلة الابتدائية في تيزي وزو ثم المرحلة الثانوية وجودي في تيزي وزو جعلني أتعلم الأمازيغية القبائلية في خلال السنة الأولى وكنت أبقى يعني تقريبا سنة كاملة وأنا موجود في تيزي وزو وبالتالي تعلمت هذه اللغة لكن الشيء الأكيد أن هذه الولاية قدمت لي الكثير قدمت لي الكثير من خلال نجاحي في التعليم وهي وصية والدي رحمه الله لأنني أنا من قرية صغيرة في الاستقلال لم تكن هناك مدرسة فتم إرسالي إلى العاصمة فقط لكي أجد مدرسة ودخلت إلى مركز أبناء الشهداء وطبعا لو لا العناية الإلهية لو لا حرص الإخوة الذين أشرفوا على هذا المركز دعا أبناء الشهداء على ثانوي تعميروش ربما منيش بهذا الوضعية الآن مصطفى بوشاشي الحقوقي والإنسان بكل أبعاده حاولنا أن نقدم بعضها ليست كلها أكيد نشكرك فعلا على حضورك معنا أنا سعيد شكرا الشكر لكم موصول أقول تظهر الآن صفحتنا على الفيسبوك بريدنا الإلكتروني أقول السلام عليكم نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله في نفس التوقيت شكرا